موسيقى مرحبا بكم مشاهدين الكرام في برنامج كوشك الصحافة والذي نطالع فيه ومن خلاله مجموعة من الأخبار والعنوين التي تصدرت الصحافة اليمنية والعربية بداية هذه الجولة من موقع تغير نت جاء فيه ولد الشيخ يقول تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن يعد أولوية بالنسبة للأمم المتحدة وفي التطورات السياسية وفد الحكومة يسلم الأمم المتحدة ملفا عن خروقات الميليشيا الإنقلابية وفي الجانب الإنساني لجنة الإغاثة في الجوف توجه نداء استغاثة لإصال مساعدات عاجلة وتناول الموقع خبر الأوضاع في جامعة صنعاء وجاء في التفاصيل عقدت نقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم ونقابة الموظفين في جامعة صنعاء لقاء مع عدد من عمداء الكليات لمناقشة تطورات الأزمة في الجامعة وأضاف الموقع بحث المجتمعون تطورات الأزمة في الجامعة التي فجرتها التكلفة غير القانونية التي أصدرها القائم بأعمال نائب وزير التعليم العالي عبدالله الشامي في قيادة الجامعة وما لحقه من اقتحامات لعدد من الكليات لفرض عمداء بالقوة وتابع الموقع حيث أقرم مجتمعون استمرار تعليق العملية التعليمية والإدارية في الجامعة مع خطوات لتصعيد إضافية ستتخذ في الأيام القليلة القادمة وسيتم الإعلان عنها من قبل النقابتين لاحقا مجددين التمسك بتحقيق مطالب النقابتين المتمثلة بشكل رئيسي بإلغاء كافة القرارات والتكليفات غير القانونية في الجامعة نتحول إلى موقع مصدر أونلاين نستعرض فيه آخر المستجدات ولد الشيخ يقول مباحثات الجلسة الأولى تبشر بتحقيق تقدم مهم لحل الأزمة في اليمن وفي سياق متصل وفد الإنقلابيين يبدأ بعرقلة مشاورات الكويت للمطالبة بتحقيق أجندته الخاصة في الشأن الميدني مقتل امرأتين واثنين من الجيش الوطني في خرق مستمر للهدنة من قبل الحوثيين في تعز واهتم الموقع بالتفاصيل مقتل عضو لجنة المراقبة لوقف إطلاق النار في ميدي على يد ميليشيا الحوثي ويقول الخبر لقي عضو لجنة وقف إطلاق النار في مدينة ميدي بمحافظة حجة الحدودية مع السعودية مصرعة وقال مصدر لمصدر أونلاين إن لغما انفجر على عضو لجنة وقف إطلاق النار أحمد أسعد أثناء مزاولة عمله في منطقة المخازن بمدرية ميدي في حجة عصر الجمعة وتابع الموقع وتتواجد لجان مكونة من الحكومة والانقلابيين لمراقبة وقف إطلاق النار والخروقات بين الجيش الوطني والمقاومة وميليشيا الحوثي وقوة صالح في ميدي وكذا في جبهات القتال في المحافظات الأخرى هذا ما يحدث في مفاوضات الكويت بهذا العنوان كتب مراد هاشم مقالا نشره موقع مصدر أونلاين تترق إلى ما يدور في مفاوضات الكويت ويقول الكاتب الجميع جاء لتنبيذ القرار 2216 الأمم المتحدة والحكومة والمتمردين وتحديدا ما يتعلق منه بالمحاول الخمسة المعلنة كأجندة للاجتماعات لكن الحكومة جاءت لبحث المحاور الخمسة بتسلسل من 1 إلى 5 أي الانسحاب وتسليم السلاح ومؤسسات الدولة ثم استئناف العملية السياسية المتمردون جاءوا لبحث النقاط الخمس بترتيب معكوس تشكيل حكومة من جميع الأطراف لتنفيذ بقية النقاط المبعوث الأممي كحل وسط سيدفع المتحاورين إلى مناقشة جميع المحاور بالتزامن من خلال تشكيل لجان لبحث كل محور على حدة على أمل أن يسهم الخوض في تفاصيل كل منها في تحقيق تقدم ما في مسار أو أكثر وهذا ممكن ما يمكنه من إحداث اختراك لاحقاً من البناء على ما تم إنجازه ومحاولة التغلب على العقبات المتوقعة والقضايا المختلف حولها والوصول بالتالي إلى حل وسط يحقق لكل طرف بعضاً من مطالبه أو هكذا يأمل المبعوث على ما يبدو لكن للتذكير المحاور الخمسة أغلبها ورد بالنص في قرار مجلس الأمن الدولي ألفين ومائتين وستة عشر كمطالب للتنفيذ الفوري وبدون شروط والطرف الوحيد المطالب بتنفيذها وفقاً للقرار هم المتمردون والهدف منها تحديداً التراجع عن الإنقلاب والإجراءات التي تمت تحت مضلته بعد تنفيذ هذه المطالب العاجلة بقية مواد هذه القرار هي مطالب موجهة لجميع الأطراف اليمنية حكومة ومتمردين ولذلك ورغم اتفاق وقف الأعمال القتالية يحشد المتمردون كل قواهم للتصعيد في تعز ومأرب وفي الجبهات الرئيسية تحديداً فالمكاسب على الأرض تبكنهم من خلق الأوراق والتنصل من الالتزامات والظهور كطرف قوي على الأرض ومن ثم قوي في المفاوضات أو هكذا يأملون والنتائج ستكون معاكسة لتوقعاتهم على الأرجح مشاهدين نتحاول إلى موقع الموقع ونقرأ في صفحته الرئيسية تشكيل لجنة لحل الأزمة في جامعة صنعاء وتلويح بالتصعيد من قبل نقابتي التدريس والموظفين في عنوان آخر إب منظمة الصليب الأحمر تدعم الآلاف من أبنائي ذي السفال ونازحين من تعز في الشأن العسكري قوات تابعة للمنطقة العسكرية الثانية تصل معسكر وادي المسيلة في حضر موت بعد تلقيهم تدريبات في السعودية إلى الجانب السياسي ركز الموقع على خبر تصريحات المبعوث الأممي إلى اليمن حول النقاط الخمس وجاء في التفاصيل أكد مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أن الوضع في اليمن أفضل بالرغم من الخروقات المقلقة للهدنة وقال ولد الشيخ في مؤتمر صحفي إن جلسة المشاورات اليوم كانت بناءة والأجواء تعد بتقدم مهم لليمن وأضاف ولد الشيخ الجولة الحالية للمشاورات ستركز على النقاط الخمس لقرار مجلس الأمن ولتنفيذها غير المتسلسل مؤكداً أن المشاورات ستكون تحت قرار مجلس الأمن رقم 22-16 وأوضح المبعوث الأممي أن هناك دعماً كبيراً من المجتمع الدولي للمشاورات الجارية في الكويت وذكر أن المشاورات في مرحلة حساسة ولكنهم أقرب إلى السلام من أي وقت مضى نذهب إلى موقع نيوز يمن اخترنا منه أبرز الأخبار والعنوين وقفة احتجاجية للصحفيين في مأرب تطالب بسرعة الإفراج عن الصحفيين المختطفين في سجون الإنقلاب سياسياً يقول الموقع وزير الخارجي البريطاني يرحب بمحادثات السلام اليمنية في الكويت ذكر الموقع المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ يرفض تغيير أجندة المفاوضات ومن العنوين إلى التفاصيل نقرأ خبر ترحيب واشنطن بانطلاق مشاورات الكويت ويقول هذا الموقع رحبت الولايات المتحدة بانطلاق محادثات السلام اليمنية في الكويت مؤكدة دعمها لجهود مبعوث الأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ إلى اليمن وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية جون كيري المحادثات لها أهمية حيوية لليمنيين وحث جميع الأطراف على المشاركة فيها بحسن نية وبشكل تام لإنهاء العمليات العسكرية ولبدء عملية سياسية سلمية وأعرب كيري عن قلقه من تأثير العمليات القتالية على المدنيين وقال إن الولايات المتحدة ترغب أن تتمكن المحادثات من البناء فوق الخطوات التي تم التوصل إليها في الجولة السابقة التي عقدت في كانون الأول من العام الماضي أسئلة المختطفين تحت هذا العنوان كتب حسين الصوفي مقالا نشره موقع يمن مونيتر وتحدث فيه عن معاناة المختطفين في سجون الميليشيا ويقول الكاتب مر عام كامل وبضعة أسابيع منذ قيام ميليشيا الحوثي والمخلوع باختطاف مواطنين يمنيين بلغ عددهم عشرات الآلاف في شتى المحافظات بينهم قيادات حكومية وسياسيين واقترب عام على الانقضاء وأزجد من 16 صحفيا يتبعون خلف القطبان عام كامل بلا إدانات ولا محاكمات ولا قضاء ولا حتى حبس معروف وصل وفد الميليشيا إلى الكويت وحارصت بعض الأطراف على أن يظهر الحوثيين وحلفاؤهم من أتباع المخلوع كأنهم وفد الرسمي وليس خافيا الدعم اللامحدود والرعاية المفضوحة التي تقدمها لهم قوى دولية أبرزها المنظمة الأممية ومن ورائها واشنطن لكن هنا تبرز أسئلة يفترض طرحها بقوة ويجب على الأطراف جميعها أن تقف بمسؤولية وإنسانية وضمير أن يقف معها بما يليق وبما يجب وبما يوازي الوجع الذي يعيشه عشرات الآلاف من اليمنيين خلف قطبان الإنقلابيين ومثله أوجاع في قلوب وأذهان أسرهم وأطفالهم وذويهم لماذا يحرمونهم من زيارة أهليهم لماذا يعذبونهم يضربونهم يصعقونهم بالكهرباء يعلقونهم من أرجلهم من سقوف الزنازين هناك تحضر بعض الجدليات لكن يأتي سؤال آخر لماذا يستمر الحوتيون في تعذيب المختطفين رغم تجاوز مدة اختطافهم منهم العام وبعضهم عشرة أشهر في كل أعراف الدنيا تقوم الأطراف المتحاربة بأسر المقاتلين ويسمون ضمن القانون الدولي أسر حرب ولهم حقوق نصت عليها مواثيق دولية لكن ما يجري أنها إصابة انقلبت على دولة واحتلت كل مؤسساتها وقامت بها مجية ووحشية باقتحام البيوت والمساجد والأسواق وصالات العراس والمقابر والمستشفيات من أجل اختطاف الأبرياء ثم تقوم بإخفائهم في سجون بعضها كانت معروفة للجهات الأمنية والأخرى لا تزال سرية لماذا يفعلون ذلك؟ أي مكسب سياسي يمكنهم تحقيقه؟ ختام جولة الصحفة اليمنية من موقع الصحوانت جاء فيه ولد الشيخ يقول المحادثة كانت بناءة وترتكز على القرار رقب 22-16 وفي موضوع آخر بن داغر يؤكد دعم الحكومة للجيش والمقاومة لتحرير محافظة إب في تفاصيل سقوط قتلى وجرح في تاعز يقول الموقع قال مصدر محلين ميليشيا الحوثي وصالح الإنقلابية وصلت خروقاتها لقرار وقف إطلاق النار بقصف الأحياء السكنية في مدينة تاعز وأرياف جبل صبر وجبل حبشي وحيفان والوازعية ما أصفر عن سقوط عدد من الضحايا المدنيين من صفوف الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وذكر المصدر أن القصف الذي تعرضت له الأحياء السكنية وعمليات القنص من قبل الميليشيا أصفر عن استشهاد امرأتين وإصابة ستة مدنيين آخرين ووفقا للمصدر فقد استشهد أيضا اثنان من أفراد الجيش الوطني والمقاومة وأصيب عشرة آخرين جراء هجمات على مواقعهم في جبل الزنوج ومحيط اللواء 35 والضباب إلى ذلك شهدت مدينة تاعز عقب صلاة الجمعة مسيرة شارك فيها المئات من سكان المدينة تستنكر القصف والحصار الذي تفرضه الميليشيا الإنقلابية على المدينة وخرقات وقف إطلاق النار وتطالب المتشاورين في الكويت بضرورة اتخاذ موقف مما وصفوه بالعبث الميليشيوي بالمعاهدات المبرمة مشاهدين الكرام نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود لاستعراض الصحافة العربية في أعدادها اليوم ابقوا معنا مستمرنا معكم في كشك الصحافة لمطالعة أبرز ما تقوله الصحافة العربية والتي تركز على المفاوضات اليمنية ونبدأ من صحيفة الراي الكويتية جاء في عنوينها المفاوضات اليمنية انتقلت إلى البحث في الحصص قد تستمر من أربعات إلى ستة أسابيع تتخللها استراحات طويلة ووفقا للصحيفة فقد علمت الراي من مصادر يمنية المشاركة في المحادثات أن اللقاء الأول بين الطرفين أول أمس لم يخلو من التشنج إذ مع بداية كل المفاوضات غالبا ما يلقى كل طرف بأوراقه الثقيلة مشيرة إلى أن المرونة عادت إلى المحادثات أمس مع بدء مناقشة جدول الأعمال المرتكز على خمس نقاط هي تسليم السلاح الثقيل والمتوسط وجدولة الانسحابات من المدن ووضع خطوط رئيسية لشكل السلطة التوافقية التي ستستعيد مؤسسات الدولة وستقوم بعملية تبادل للمعتقلين وتحديد آلية دائمة لمتابعة الحوار السياسي الشامل كما توضح المصادر التي تحدثت إلى الصحيفة الكويتية أن وفد الشرعية كان متمسكا بالنقاط الخمس بالتسلسل فيما طلب وفد الحوثيين تغييرا في ترتيبها على أن تبدأ بتشكيل السلطة أو الحكومة التوافقية لأن وجهة نظر الحوثيين تكمن في أنه لا يمكنهم تسليم السلاح الثقيل والمتوسط والانسحاب من المدن قبل أن يعرفوا حصتهم الفعلية في السلطة المقبلة وذكرت المصادر أن ولد الشيخ لم ينزعج من شروط الحوثيين حتى ولو لم يتفق معها كون الحوار بدأ ينتقل من الحرب إلى الحصص وهو أمر له مسوغاته السياسية خصوصا إذا اقترنا بهدنة حقيقية ووقف طويل للنار يسمح بدخول مساعدات إنسانية ضخمة إلى صحيفة الجريدة الكويتية تابعت أحداث المفاوضات ونقلت عن مصادر مواكبة للمشاورات وجود إخفاقات في التوصل إلى أي تقارب بين الطرفين نتيجة التحفظ على النقاط الخمس التي ذكرها المبعوث الأممي فضلا عن القفز على مخرجات المبادرة الخليجية في حين تحدثت مصادر حكومية يمنية للجريدة عن خلافات بين أوصات الإنقلابين أنفسهم حول من يبدأ بالحديث وأشارت إلى أن هناك خلافات على أجندات العمل وتفيد المصادر لا ترغب الميليشيات الحوثية في الدخول بأجدات التفاوض المقررة سلفا وتسعى إلى إنشاء تسوية سياسية جديدة وعدم الالتفاة إلى المطالب الخمسة وقالت مصادر مقربة من الوفد الحكومي إنه يرفض أي تعديل على أجندة جدول الأعمال وسلم ولد الشيخ رسالة تؤكد تمسكه بالأجندة المتفق عليها والتي تنص على خطوات تنفيذ القرار بدءا بانسحاب الميليشيات وتسليم السلاح وانتهاء باستئناف العملية السياسية وقضية الأسرى والمعتقلين وأشارت المصادر إلى أن الرسالة أكدت أيضا أن مرجعيات المفاوضات هي المتفق عليها وهي القرار 22-16 ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل والمبادرة الخليجية كيف يمكن أن تفضي المحادثات اليمنية إلى سلام دائم؟ تحت هذا العنوان كتبت الحائزة على جائزة نوبل السلام توقل كرمان مقالا ونشرته العديد من الصحف بينها صحيفة القبس الكويتية وقالت الكاتبة ينظر معظم اليمنيين إلى المحادثات التي تحتضنها الكويت على أنها الفرصة الأخيرة لوقف الحرب وتحقيق سلام مستدام ومن هنا أؤكد أن الكويت تعتبر مكانا مناسبا جدا لإنجاز سلام يتأسس على ما سبق أن توافق عليه اليمنيون وضصت عليه قرارات الشرعية الدولية سبق أن صنعنا سلاما يمنيا في الكويت وبالإمكان أن نصنعه مجددا الآن يمكننا القول أيضا إن كثيرا من اليمنيين يبدون مخاوف مشروعة بشأن ما ستسفر عنه هذه المحادثات يخشون أن ميليشيا الحوثي تسعى من خلالها إلى تحقيق مكاسب خاصة بها بمعزل عن إحلال السلام في البلاد تكون هذه المخاوف في مخاطر أي اتفاق على تشكيل حكومة تشارك فيها ميليشيا الحوثي قبل تسليم السلاح وقبل الانسحاب من المناطق وهو ما تطالب به ميليشيا الحوثي وداعمها من الإقليميين وفي حال حدث ذلك فعندئذ سنكون أمام نموذج لحزب الله اللبناني الذي يسيطر على الدولة اللبنانية بل إن ميليشيا الحوثي ستكون أكثر استحواذا وسيطرة ولا مجال معها للمقارنة مع الحزب اللبناني يجب الانتباه إلى أن تعهدات الحوثيين بتسليم السلاح والمدن بعد تشكيل الحكومة لن تكون تعهدات حقيقية وسيغضو الأمر مجرد وعود وحسب لا ضمانة حقيقية على الوفاء بها فكل ما سيتم عمله لاحقا يصب في زيادة ضعف الدولة مقابل زيادة في قوة الميليشيا وذلك يعد القبول بمطلب تشكيل الحكومة قبل تسليم السلاح والانسحاب من المناطق تسليما بمشروعية الانقلاب وشرعانة استمرار سيطرتهم واستحواذهم على الدولة اليمنية حتى إشعار آخر إلى صحيفة الميان الإماراتية عنونت في إحدى موضوعاتها وقالت الانقلابيون يفشلون في تغيير أجندة محادثات اليمن تقول الصحيفة سادت أجواء إيجابية في جولة المحادثات الأولى المباشرة بين وفدي الحكومة اليمنية والانقلابيين في الكويت حيث أثمرت عن حل عقدة لترتيب المحاور عبر طرح مسارات متوازية لكل محور من المحاور الخمسة ليتم بذلك إجهاض محاولة وفد المتمردين القفزة إلى بند تشكيل حكومة الوحدة الوطنية قبل البنود الأربعة الأخرى وهي الانسحاب من المدن تسليم الأسلحة الترتيبات الأمنية وملف المعتقلين والأسرع كما عنوانت البيان متغيرة محلية وإقليمية تحيي أمال نجاح المشاورات اليمنية قالت الصحيفة أيضا خلافا للجولتين الأولى والثانية من محادثات السلام اليمنية فإن جولة محادثات الكويت هذه المرة تبدل أكثر قدرة على تحقيق اختراق كبير لصالح السلام في اليمن والاستعادة الاستقرار وإنهاء معاناة ملايين اليمنيين وذلك لأنها تأتي وسط متغيرات ميدانية وإقليمية توفر أجواء ملائمة للفرقاء في اليمن للخروج بتوافقات تنهي آثار الانقلاب وتفتح الباب أمام استئناف المسار السياسي إلا إذا صمم الطرف الإنقلابي على اختلاق الأعذار وإيجاد الأسباب التي تعيق التوصل إلى اتفاق شامل لإنهاء الحرب واستعادة مؤسسات الدولة والتفره لإعادة الإعمار لما دمرته الحرب بسبب المغامرة الانقلابية إلى صحيفة الشرق الأوسط عنوانات حول اختراقات الميليشيا للهنة قالت الميليشيات تمطر أهالي تاعز بقذائفها وصواريخها ومظاهرات تطالب بفك الحصار وتقول الصحيفة في الساعات الأولى من بدء محادثات السلام بين الأطراف اليمنية في دولة الكويت أمطرت ميليشيات الحوثي والقوات الموالية للمخلوع الصالح أهالي مدينة تاعز بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة مستهدفة الأحياء السكنية في مدينة تاعز وعددا من قرى المحافظة وتفيد الشرق الأوسط تمكنت قوات الجيش الوطني والمقاومة من صد محاولات الميليشيا المستميتة على مواقع المقاومة الشعبية في الجبهة الغربية والشرقية والشمالية وقال مصدر في المقاومة الشعبية في تاعز إن المواجهات العنيفة التي شهدتها مختلف الجبهات سقط فيها قتلى وجرحة من أبطال المقاومة الشعبية والجيش الوطني علاوة على سقوط قتلى وجرحة من المدنيين ومن بينهم امرأة وأضاف أن الميليشيات الإنقلابية استغلت الانشغال ببدء محادثات الكويت لتشنى ضراباتها على تعز وتثير الرعب والفزع في أوساط المواطنين إلى صحيفة عكاذ السعودية عنونت في إحدى موضوعاتها وقالت خبراء إيرانيون وعراقيون يدعمون الميليشيات تقول الصحيفة السعودية كشف قائد المنطقة العسكرية السادسة في محافظة الجوف اليمنية أمين الوائلي أن خبراء عسكريين من إيران والعراق يدعمون ميليشيات الإنقلابيين وقال الوائلي في تصريحات إلى عكاذ إن الحوثيين لم يلتزموا بالهدنة ووصلوا زرع الألغام والهجوم على قوات الجيش والمقاومة وأضاف إن خبراء إيران وعراقيين يعملون في الصفوف الخلفية لصالح الحوثي والمخلوع لصالح وأفاد خروقات الإنقلابيين للهدنة يوميا لا تقل عن 150 خرقا وتصل أحيانا إلى 300 لافتا إلى أن هناك حشدا للميليشيات خلف مواقع الجيش ويحاولون إعادة ترتيب صفوفهم ويقومون بتدريب ما جميع مسلحة في مركز تدريبهم في مقر اللواء الثالث جبلي في منطقة ثعيل غرب صنعة وأوضح قائد كتيبة حوثية قتل قبل يومين أثناء تصدي قوات الجيش لهجوم الميليشيات على موقع للجيش مبينا أن المعاركة مستمرة في مدريات الغيل المصلوم المتون العقبة وخبأ الشعف مجموعة مميزة من رسوم الكاريكاتور نختم بها حلقة اليوم لكوشك الصحافة وحتى ألقاكم في أمان الله وحفظه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة